بعد الوضوء يقول هكذا أشهد غلط ليش غلط لأن النبي سأل ما فعل ذلك وكل من نقل وضوء النبي عليه الصلاة ما ذكره بأنه كان يرفع أصبعه بعد الوضوء واضح وأيضا في أخطاء بعض الناس يجهر بالنية مثل ما ذكرت نويته أنا توضع هذا غلط في أيضا بعض الناس يأتي بأدعي على الأعضاء هذا أيضا بدعة وغلط إذا غسل مثلا إيدي قال اللهم ألبسني الحلل إذا غسل وجه قال اللهم نور وجهي هذا غلط بعض الناس يمسح الرقبة بمثلة الطريقة غلط وبدعة لماذا لأنه ما ثبت الحديث الوارد في هذا ضعيف بل ضعيف جدا مسح الرقبة أمام من الغل ما يمسح الإنسان الرقبة تنتبهون أغلب الناس الآن يمسح يقول هكذا من وين ما في دليل النبي صلى الله عليه وسلم كل من وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكروا بأنه كان يمسح الرقبة